بعد العمليات الإرهابية الأخيرة في مصر والتي كشفت التحقيقات أن وراء الكثير منها حركة حسم الإرهابية الجناح المسلح لجماعة الإخوان بدأت الأجهزة الأمنية في اتباع سياسة توجيه ضربات استباقية للحرقة وعناصرها بهدف إفشال مخططاتها لتنفيذ عمليات إرهابية جديدة ومهاجمة أكمنة الجيش والشرطة تم تقسيم مصر إلى جبهتين جبهة سيناء اللي بتعمل فيها ولاية سيناء اللي تم مباعتها لداعش خلال فترة ماضية وإن الداخل المصري أو الدلتا والصعيد بتتعامل فيها حركة حسم الزراع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ودي إحدى المكاتب النوعية اللي كانت موجودة تحت سيطرة أو بدعم من محمد كمال اللي تم تصفيته في أكتوبر الماضي في البستين الحركات النوعية دي بدأت تخفش شوية من عملياتها إلى أن ظهرت الأزمة القطرية الأخيرة وبدأت تقوم بفعلها مرة أخرى وتركز الضربات الاستباقية لأجهزة الأمن وبناء على معلومات من الأجهزة المعلوماتية على كوادر حركة حسم ومنفذ العمليات الإرهابية والعقول المدبرة للعمليات الإرهابية والمسؤولة عن تقديم الدعم اللوجستي للشباب واستقطابهم لتدريبهم في معسكرات بالصحراء وتمت مهاجمة عدد من هذه المعسكرات هي من الأهمية بمكان لأنها على أساسها يتحرك عنصر الأمن ويستطيع أن يقوم بعمليات استباقية ضد الجماعات الإرهابية ويستطيع أن يمنع العمليات الإرهابية قبل وقوعها فأعتقد أن الأجهزة الأمنية استعادت كامل ليقتها في الوقت الحالي والمجتمع المصري أقوى من الإرهاب بجيشه وبشرطته والناس أصبح لديها وعي حقيقي وليس وعي زائف بالخطر الذي تمثله هذه الجماعات وفي سيناء التي تحدث فيها أكثر العمليات الإرهابية في مصر تواصل قوات الجيش عملياتها المدعومة بالطيران لملاحقة العناصر الإرهابية والتعامل معها ومداهمة وتمشيط أماكن تواجدها ضربات استباقية من الأجهزة الأمنية في مصر لكوادر وعناصر حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان ومعسكراتها التدريبية لإفشال مخططاتها في تنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية وصامة عبد المقصود الإغبارية القاهرة